أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد من قواعد الدعاء النهي عن الاستعجال في الدعاء أو في الإجابة طبعا النهي في الاستعجال يبدو أن له وجهين عموما نذكر الحديث ونعلق عليه روى الكلين رحمه الله بسنة صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العبد إذا عجل فقام لحاجته يقول الله عز وجل أما يعلم عبدي أني أنا الله الذي أقضي الحوائج ظاهر الحديث أنه يوجد نوع من النهي عن حالة شخص يبني يعني يقل من الدعاء مثلا يؤدي الصلاة لا يعقب ولا يدعو لأجل شنو؟ تحصيل حاشته فالله سبحانه وتعالى يقول أما يعلم عبدي أني أنا الله الذي أقضي الحوائج يعني هو قام يحاول يقضي حاجته بنفسه فالله سبحانه وتعالى يقول ما يعلم أني أنا أقضي الحوائج سبحانه وتعالى فكأن لابد عندنا حالة من الثقة بالله عز وجل حالة بحسن الظن بالله عز وجل أنت صح أنا وأنت نحتاج إلى أن نبذل الأسباب ولكن لا يصير بذل الأسباب على حساب الدعاء التعجل في تحصيل الحاجة على حساب الدعاء عجل عبدي تمام أما يعلم عبدي أني أنا الله الذي أقضي الحوائج فقد واحد يتوهم أنه هو بعمل سيقضي الحاجة لا التزم بتعقيبك التزم بدعائك بعد الصلاة التزم بطول معين للدعاء لا تقول أن هذا لا أروح أخلص حاجتي لا التزم وادعو الله عز وجل أن تقضى حاجتك في هذا الموضع لا تتعجل في الأمر يوجد حديث آخر يبين العجلة بشكل مختلف روى الكوليني بسنة صحيح يقول عن أبي عبد الله عليه السلام لا يزال المؤمن بخير ورجاء ورجاء رحمة من الله عز وجل ما لم يستعجل فيقنط يعني يصير عنده حالة من اليأس ويترك الدعاء قلت له كيف يستعجل قال يقول قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرى الإجابة هذا استعجال شنو الفرق بين الحديثين الحديث الأول الواحد تعجل علشان يقضي حاجته هو يقضي حاجته الحديث الثاني لا واحد عنده حاجة وطلب من الله عز وجل ولكن استعجل تحقق الحاجة يعني يقول مفروض تصير الحين مفروض الحين مفروض الحين هذا الاستعجال يختلف عن الاستعجال في الحديث السابق الحديث السابق لا الواحد استعجل أنه ترك الدعاء ورح يقضي الحاجة هنا هذا استعجل استعجل إجابة الله عز وجل لدعاء فبالتالي صار عنده شنو صار عنده حالة من القنوط أنا دعوت من كذا وما ستجيب لي وترك الدعاء هذا الشخص ليس في خير حديث يقول لا يزال المؤمن بخير ورجاء ورحمة من الله ما لم يستعجل فيقنط قلت له ويترك الدعاء قلت له كيف يستعجل قال يقول دعوت منذ كذا وكذا وما أرى الإجابة فهناك إذن قاعدتان في الاستعجال قاعدة تقول بأنه لا ينبغي للمؤمن أن يعجل في قضاء الحاجة على حساب الدعاء قاعدة الثانية تقول لا ينبغي للمؤمن أن يستعجل الله عز وجل في تحقيق حاجته أن يستعجل الله عز وجل في تحقيق حاجته فيقول دعوت منذ كذا وكذا ولم أرى الإجابة والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر